في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ان داتق باسم الحكومة السعيدة مزازي عرضا حول سير الدخول المدرسي وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون العطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في ظل حالة الطوارئ الصحية وللحديث عن آخر المعطيات والأرقام المتعلقة بالدخول الدراسي لذا العام تنظم إلينا الزميلة نجاة بوتفسوت مساء الخير نشات مساء الخير عبدالله مرحبا بك مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عرضها الجديد أمام المجلس الحكومي بخصوص الدخول التربوي 2020-2021 قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إنه تم العمل على تأمين الحق الأساسي والدستوري في التمدرس من خلال رفع تحدي انطلاق الموسم الدراسي في السابع من شتنبر الحالي وتنظيم الامتحانات المؤجلة برسم الموسم الدراسي 2019-2020 في ظروف آمنة خلال شتنبر الحالي وبداية أكتوبر المقبل وترصيد مواصلة مجهود السنة الماضية فيما يتعلق باحتماد آلكة التحليم عن بعد وذلك في ذل استمرار تداحية كوفيد-19 وبخصوص الأرقام التي تم الكشف عنها أفد العرض الوزاري أنه من المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي لتلاميذ على مستوى التحليم المدرسي أزيد من ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعة ألاف تلميذ تفحيل للبرنامج الوطني لتحميم وتطوير التحليم الأول ارتفع حدد المسجلين بالتحليم الأول هذه السنة ليصل إلى أكثر من تسعمائة وعشرة ألاف طفل مع توقع التحق نحو مئة وأربعين ألف طفل جديد وسخرت الوزارة لاستقبال التلاميذ 179 مؤسسة جديدة بما فيها المدارس الجماحتك والداخليات وحبأت نحو 310 ألاف ومئة وثلاثة وثمانين أستادا وإداركا منهم 15 ألف أستاد جديد من أطور الأكاديميكات الجهوية للتربكة والتكوين وتفعيل للقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تشجيد الإشراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كوفيد 19 على مستوى بعض العمالات والأقاليم والأحياء تم اعتماد نمط التحليم عن بعد على مستوى 2265 مؤسسة تعليمكات تضم أكثر من 972 ألف تلميذة وتم أيضا إغلاق 118 مؤسسة تعليمكة تستقبل نحو 61 ألف تلميذة على إثر اكتشاف حالات إيجابية بها وعلى مستوى تكوين المهني كشفت الوزارة أن حدد المتدربين الجدد سيبلغ 282 ألفا وسبعمائة وثلاثين متدربا مشيرة إلى أنها سخرت لاستقبالهم 17 مركزا جديدا وثمانة داخليات بالنسبة للتحليم الحالي فسيبلغ العدد الإجمالي للطلب مليونا وتسعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين طالبا فيما سيبلغ عدد الطلب الجدد برسم هذا الموسم نحو 296 ألف طالبين كما سيتم فتح مؤسستين جامحياتين وثلاثة أحياء جامحية إلى اللقاء عبدالله عودة إليك شكرا لك زميلة نجاة بوتفسوت على كل هذه التوضيحات